هكذا علق بعض الخطباء والأئمة على بقاء أحمد التوفيق على رأس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنا بجديين ولا اشتراكيين ولا إخوانيين ولا داعشيين ولا تبلغيين ولا عدليين ولا سلفيين كما يحاول البعض هذه أسطوانات مشروخة سئمنا سمعها نحن أئمة وخطباء مساجد المملكة المغربية أئمة وخطباء لجميع المغاربة بغض النظر عن التوجهات السياسية طالبنا ونطالب وسنطالب بإقالة وزير الأوقاف فقد أذاقنا سوء العذاب منذ عشرين سنة والقطاعات تتأهل ماديا ومعنويا الأئمة يطالبون برحيل التوفيق الأئمة يطالبون برحيل التوقيف حساب ساحة الأئمة والخطباء على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك ترجمة نانسي قنقر رحلة تيفي ترجمة نانسي قنقر